اشتركوا في القناة ثم كده ملهاش معنى لكن لو قلنا ذهب احمد ثم محمد يبقى كده ثم ليها معنى او لو قلناها الوحدة ملهاش معنى لكن لو قلنا سأذهب الى الحديقة او النادي كده بقى ليها معنى ودلوقتي ندخل في حروف العطف حروف العطف تصع حروف وهي الواو الفاق ثم او لا لكن بل حتى ام وهناخد اربعة منهم بس وهما الواو الفاق ثم او وحروف العطف تدخل على الاسماء والافعال يعني ممكن ييجي بعدها اسم او ممكن ييجي بعدها فاع اول حرف من حروف العطف وهو يفيد الجمع والمصاحبة والمشاركة دون التقيط بزمن او ترتيب يعني لما اقول مثلا جاء محمد واحمد مش لازم اعرف مين اللي جه الاول المهم ان اللي اتنين جم تاني حرف وهو حرف الفاق ويفيد الترتيب والتعقيب يعني ان في حدث حصل قبل التاني بفترة زمنية قصيرة جدا يعني مثلا جاء محمد فاحمد يبقى كده نفهم ان احمد جه بعد محمد بسرعة او بفترة زمنية قصيرة جدا الحرف الثالث ثم تفيد الترتيب والتراخي يعني في حدث حصل قبل التاني بفترة طويلة جاء محمد ثم احمد نفهم من كده ان احمد جه بعد محمد بفترة طويلة يعني ما جايش بعده بسرعة او تفيد التخيير يعني بختار بين امرين او حدثين ساخرج الساعة الثالثة او الرابعة يعني انا ممكن اخرج الساعة ثلاثة او اربعة ما اخترتش وقت محدد منه مثال تاني اختر القلم الرصاص او الجاف يعني انا بخير اللي قدامي يختار يا الالم ده يا الالم ده وممكن او تفيد الشك يعني ممكن اقول جلسنا ساعة او ساعتين في المثال ده انا شكة ومش متأكدة انا عدت قد ايه بالزبط علشان كده حطيت خيارين وحطيت ما بينهم او ودلوقتي بقى ناخد تدريبات علشان نطبق كل اللي قلناه ضع حرف العطف المناسب احب التفاح نقط الموز هتبقى احب التفاح والموز ألعب كرة القدم نقط السلة هتبقى ألعب كرة القدم والسلة توضقتو نقط صليتو هتبقى توضقتو فصليتو لان هنا بعد ما توضيت على طول صليت وضعت امي الطعام نقط أكلتو هتبقى وضعت امي الطعام فأكلتو يعني اول ما امي وضعت الطعام أكلتو على طول فتحت الباب نقط دخل أخي هتبقى فتحت الباب فدخل أخي يعني اول ما فتحت الباب دخل أخي على طول ذهبتو إلى المدرسة نقط النادي هتبقى ذهبتو إلى المدرسة ثم النادي يعني انا رحت المدرسة وخلصت المدرسة وبعديها بفترة رحت النادي نجح احمد نقط محمد في الامتحان هتبقى نجح احمد ومحمد في الامتحان اكلتو عنبا نقط تفاحا هتبقى اكلتو عنبا وتفاحا يعني انا اكلت اللي اتنين ما تفرقش اكلت مين قبل مين المهم ان انا اكلت اللي اتنين يزرع الفلاح القط نقط الارز هتبقى يزرع الفلاح القط والارز قرأت صحيفة نقط مجلة هتبقى قرأت صحيفة ومجلة سأدرس الحساب نقط العلوم هتبقى سأدرس الحساب او العلوم امي نقط ابي سيأخذني من المدرسة هتبقى امي او ابي سيأخذني من المدرسة احب القراءة نقط الموسيقى هتبقى احب القراءة والموسيقى اكتب الواجب نقط انام هتبقى اكتب الواجب ثم انام يعني انا بعد ما كتبت الواجب وخلصت اللي علي رحت علشان انام سأذاكر اللغة العربية نقط اللغة الانجليزية هتبقى سأذاكر اللغة العربية او اللغة الانجليزية يعني انا باختار مدة من المدتين دول علشان اذاكرها سألعب كرة القدم نقط كرة السلة سألعب كرة القدم او كرة السلة يعني انا اختار نوع من الكرة العبها يئما كرة القدم يئما كرة السلة جاء القطار نقط ركبت فيه هتبقى جاء القطار فركبت فيه يعني اول من قط رجيها لطول ركبت بسرعة محمد نقط احمد مكتهدان هتبقى محمد واحمد مكتهدان ذهب باسم نقط بسمة الى البيت هتبقى ذهب باسم وبسمة الى البيت تناولت الطعام نقط ذاكرت دروسي هتبقى تناولت الطعام ثم ذاكرت دروسي يعني انا بعد ما اكلت الطعام بفترة رحت علشان اخلص دروسي دخل المدرس نقط الطلاب هتبقى دخل المدرس في الطلاب يعني اول من مدرس دخل على طول الطلاب دخلوا وراء طبخنا العشاء نقط اعدادنا الطاولة هتبقى طبخنا العشاء ثم اعدادنا الطاولة وبكده يكون درسينا انتهى ويارب يكون سهل وبسيط ولو اعجبكم الفيديو دوسوا اعجاب واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد وشاكوا في دي دماغ اصحبكم علشان يستفيدوا منه ومع السلامة وفرعاية الله شكرا